قد لا تكون المملكة المتحدة حظيت في تاريخها بوزير خارجية استحوذ على انتقادات أصدقائها كما هو الحال اليوم مع وزير خارجيتها الجديد بوريس جونسون الذي قاد الحملة لانفصال بلاده عن الاتحاد الأوروبي فجونسون كسب عددا كبيرا من الأعداء ممن يفترض أنهم حلفاء لندن التاريخيون الجارة الأقرب لبريطانيا وحليفتها باريس رحبت بتعين جونسون بطريقة غير مسبوقة ولم تتأخر كثيرا بتصويب سهامها باتجاه الوزير الجديد حيث شن وزير الخارجية الفرنسي جان ماك إغوت هجوما على جونسون ووصفه بأنه كذب على البريطانيين منتقدا تعينه وزيرا للخارجية واعتبر أن بلاده بحاجة لشريك يتمتع بالمصداقية ويمكن الوثوق به ألمانيا أكبر شركاء لندن التجاريين هي الأخرى قلقة من جونسون سيم أنه خلال حملة الانفصال التي قادها شبه القارة الأوروبية بأنها تعود لحكم هتلر مجددا كما أترى فإن عدم إجادة اللغة الإنجليزية قد يكون ميزة في هذه الحالة في ألمانيا لدينا خبرة في إبعاد ونسيان التصريحات كالتي طرحها جونسون أثناء الحملة قبل التصويت على الخروش من الاتحاد الأوروبي أنقرا هي الأخرى لديها مشاكلها الخاصة مع رأس الدبلوماسية البريطانية فالجونسون الذي يوصف بالعنصري منذ أن شغل منصب عمدة لندن رغم ما يتردد عن أصوله التركية فاز بمسابقة شعرية نظمتها مجلة بريطانية في وقت سابق من العام الجاري بقصيدة هجى فيها إردوغان وتركيا وهو أمر لم يرق للأتراك لكن أنقرا طالبته بموقف أكثر إيجابية واعتبرت أن العلاقات البريطانية التركية أقوى من تصريحات جونسون الموسية